لسنة الثالثة على التوالي يفتح سوق الرحمة بولاية عنابة أبوابه للمواطنين قبيل الشهر الفضيلة بمشاركة ثلاثين متعاملاً اقتصادياً عرضوا سلعهم الاستهلاكية بتخفضات وأسعار مغرية جعلت المواطن العنابي يحج إليه من كل حدب وصوب هذا السوق يشارك فيه أكثر من 28 عارض الهدف هو الوصول لبوست الوصول ونحاول تلبية حاجيات المستهلك ومائدة شهر رمضان الفضيل مختلف المنتوجات حركية كبيرة شهدها سوق الرحمة خلال اليوم الأول من افتتاحه ومواطنون استحسنوا المبادرة التي مكنت من محاربة لهيب الأسعار نشارك في سوق الرحمة اليوم الأسعار تانا راي معقولة معقولة جداً والجودة تانية راي جودة عالية هدفتانا من المشاركة هي بدي نوصلوا المنتوج للمواطن بأسعار معقولة خاصة وإحنا في شهر رمضان هذا شهر رحمة سوق الرحمة سيبقى مفتوحاً إلى غاية آخر يوم من أيام شهر الفضيل لكسر شوكة المضاربين والوقوف ضد الزيادات العشوائية لمختلف أسعار المواد الغذائية التي ألهبت جيوب المواطنين